المزيد من المتابعين ضامنا من قاهرة أعطيها عيسوي خبيرة شؤون الأفريقية يعني الصولات والجولات التي يقوم بها وزراء هذه الدول من أجل اتفاقية سد النهضة كانت في معظمها مشاكل فنية لكن ما يحدث في واشنطن الآن هل هي مشاكل فنية بشأن سد النهضة أم مشاكل سياسية القضية لها بعدان سياسي وفني فيما يتعلق بالمباحثات واشنطن أعتقد أنها ستركز على الجانب السياسي بالإضافة إلى الجانب الفني لأن مصر تعتبر أن الخلاف خلاف سياسي بينما أسيوبيا تعتبر أنه خلاف فني وعلى ذلك تجرى هذه المباحثات وأنا أتفائل كثيرا بوصولها إلى أو بيعطاها دفعة كبيرة لعملية حل مشكلة سد النهضة بعد الرعاية الأمريكية لهذه المباحثات وإعلان الرئيس الأمريكي ترامب أنه مهتم شخصيا بنجاحها وبالوصول إلى اتفاق متزم وإيجابي يحقق مصالح كل الأطراف وأيضا بمشاركة مسؤول أو ممثل للبنك الدولي وهو البنك الذي له خبرة كبيرة في حل هذه المشاكل وأيضا هو الذي وضع قواعد استغلال مياه الأنهار المتشاطئة في العالم وبالتالي يعتبر هذا في رأيي اعترافا ضمنيا أو قبولا ضمنيا من أثيوبيا بمشاركة البنك الدولي في المباحثات وأيضا بتدخل طرف رابع وهو ما سبق أن طلبت مصر به ورفضته أثيوبيا طيب التدخل الدولي بات واضحا في هذه القضية وحاولت روسيا أن تلعب دوره وسيد فيما يتعلق بأزمة الصد النهضة مع هذه الدول هل تعتقد أن الدور الأمريكي سيكمل الدور الروسي أم أنه له استراتيجية معينة في تهيئة المناخ أكثر لهذه الدول للوصول لاتفاق كنت متوقعا من البداية أن لا تستجيب أثيوبيا لعرض روسيا الوساطة بين الطرفين بأولا إلا أن الولايات المتحدة سبقتها بإعلان استضافتها لهذا الاجتماع وبالتالي لا تريد أثيوبيا أن تضايق الولايات المتحدة أو تحرمها من شرف الوساطة الذي إذا وصلت إلى نتائج إيجابية ستكون من ضمن إنجازات الرئيس الأمريكي ترامب قبل الانتخابات المقبلة وفي وسط الانتقادات التي يتعرض لها من الكونجرس ومن جوانب أخرى كثيرة وبالتالي لا أظن أنها ستكون مكملة لها وإنما الوساطة الروسية أعتقد أنها غير واردة حتى الآن شكرا جزيلا لك الأستاذ عطية عيسوي خبير الشؤون الأفريقية كنت معنا من الخاهرة اشتركوا في القناة